حائية بن أبي داوود للحافظ أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث المتوفى سنة ثلاثمائة وست عشرة للهجرة وعدد أبياتها أربعة وثلاثون بيتا ذكر فيها بعض أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكب دعيا لعلك تفلحوه ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحوه وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوه ولا تكفي القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوه ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضحوه وقل يتجل الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحوه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبحوه وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرحوه رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلحوه وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواض لتنفحوه وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدحوه إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتحوه يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحوه روا ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجحوه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوه وإنهم ونرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرحوه سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدحوه وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكطع عانا تعيب وتجرحوه فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدحوه وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحوه ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصحوه وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحو على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفحو وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضحوه ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحو ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحوه ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزحوه وقل إنما الإيمان قول ولية وفعل على قول النبي مصرحوه وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجحوه ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرحوه ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوه إذا معتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبحو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر